مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله اليكم الاحوال الجوية المتوقعة خلال ايام هذا الاسبوع خلال ايام هذا الاسبوع باذن الله ستسقط زخات رعدية من الامطار لان المملكة ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مرة اخرى نستعرض الاحوال الجوية خلال ايام هذا الاسبوع يوما بعد يوم ونبدأ من يوم الاحد يوم الاحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اجواء غائمة جزئيا الى غائمة وتسقط زخات رعدية من مطر الزخات الرعدية من مطر تكون شديدة وغزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الوسطى تؤدي الى اتفاع منسوب المياه وجرايان السيول في الاماكن المنخفضة والاودية اما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة المناطق الشمالية اقل من 30 العظمى والصغرى 22 المرتفعات الوسطى بحدود 24-25 العظمى والصغرى 16 المرتفعات الجنوبية 20-14 وايضا الاغوار البحر الميت 34-23 درجة مئوية العقبة 32-22 مع زخات رعدية من مطر المناطق الجنوبية الشرقية 21-15 والمنطقة الشرقية 28-17 درجة مئوية يوم الاثنين تخف قليلا حالة عدم الاستقرار الجوي تتناقص فرصة تساقط الامطار لكن تبقى الاجواء قائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر احيانا في بعض الاماكن خاصة بعض المناطق الوسطى والجنوبية وايضا الشرقية درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 29 والعظمى 21 المرتفعات الوسطى 25-16 المرتفعات الجنوبية 21-15 الأغوار والبحر الميت 32-23 والعقبة 31-23 المناطق الجنوبية الشرقية 21-15 وايضا المنطقة الشرقية 27-16 درجة مئوية يوم الثلاثة تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي مرة اخرى تصبح الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة وزخات رعبية من الامطار تكون احيانا غزيرة تؤدي الى ارتفاع منسوب المياه وايضا جريان السيول الامطار قد تكون احيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعيد وايضا في الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 29 والصغرى 21 المرتفعات الوسطى 25-17 المرتفعات الجنوبية 22-15 الاغوار والبحر الميت والعقبة 32-23 والمنطقة الجنوبية الشرقية 24-16 والبادية الشرقية 28-17 درجة مئوية يوم الاربعاء استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي استمرار الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة استمرار سقوط زخات رعدية من المطر تكون مصحوبة احيانا بالبرق والبرد والرعيد وايضا احيانا تكون غزيرة في بعض الاماكن تؤدي الى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الاماكن المقفضة المرتفعات الشمالية العظمى 29 والصغرى 20 المرتفعات الوسطى 25-16 المرتفعات الجنوبية 22-13 الاغوار والبحر الميت 33-23 وكذلك العقبة 33-22 المرتفعات الجنوبية الشرقية 26-15 والمناطق البادية الشرقية 28-16 درجة مئوية يوم الخميس تضعف حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجيا لكن قد تبقى موجودة احيانا وقليلا في المناطق الشرقية من المملكة لكن الاجواء تميل الى الاستقرار تقريبا تدريجيا اجواء غائمة جزئيا الى مشمسة ودرجات الحرارة تقريبا معتدلة في النهار لطيفة بالليل تميل الى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر المناطق الشمالية العظمة 28 والصغر 20 المرتفعات الوسطى 24-17 المرتفعات الجنوبية 21-14 الاغوار والبحر الميت والعقبة 32-23 والبادية الجنوبية الشرقية 25-16 والبادية الشرقية 28-18 درجة مئوية يوم الجمعة ايضا استقرار على الاجواء اجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها اجواء لطيفة الى معتدلة نهارا لطيفة ليلا تميل الى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر المناطق الشمالية العظمة 27 والصغر 18 المرتفعات الوسطى 24-16 المرتفعات الجنوبية 22-15 الاغوار والبحر الميت والعقبة 32-23 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 26-16 والبادية الشرقية 30-17 درجة مئوية مشاهدينا اذا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي هناك زخات رعدية من الامطار بين الحين والاخر تشتد احيانا واحيانا تخف ايضا هناك هبات للرياح تكون مثيرة الغبار والاترب احيانا وتؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية نرجو للجميع اخذ احتياطات السلامة وخاصة هذه الشتوة الاولى ممكن تؤدي الى حدوث انزلاقات نرجو من الجميع قيادة سياراتهم بحظر شديد نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة الى اللقاء النشر الجوية